وسط حضور أورتدوكسي عالمي كبير وبدعوة من بطرياركية موسكو وسائل روسيا احتفلت الكنيسة الروسية الأورتدوكسية بذكرى المئوية الأولى لمجمع موسكو المحلي الذي أعاد منصب البطريارك إلى الكنيسة وأطلق مجدداً المجمعية في هذه الكنيسة بعد انقطاع استمر لثلاثة قرون الاحتفال الكبير الذي يشبه اللؤلؤ الأورتدوكسية وقيم في قاعة الاجتماعات في كاتدرائية المسيح المخلص في العاصمة موسكو بطارك من سائر البطرياركيات الأورتدوكسية وفدوا برفقة لفيف من المطارن والأساقف والكهنة والشمامس والعلمنيين ليستسكروا سوية المحطات التاريخية التي شهدتها روسيا من جهة وليظهر حضورهم الأورتدوكسي الكبير والفعال وسط تحديات الأزمنة من جهة ثانية مؤكدين في كل الكلمات التي تليت أن استعادة منصب البطريارك في موسكو قد شكل ضمانة واضحة للشعب الروسي وللكنيسة التي قدمت العديد من الشهداء استهل حفل اليوبيل المئوي بالصلاة تلاها كلمة الافتتاح ألقاها البطريارك كيريل، بطريارك موسكو وسائر روسيا شكر فيها أصحاب الغبط البطاركة والوفود الكنسية على مشاركتهم وحضورهم ما يطفي من أمل ورجاء كبيرين على الكنيسة الأورتدوكسية جمعاء بعد ذلك تعاقب البطاركة الأورتدوكس جميعهم على الكلام بحيث سطرت كل كلمة من الكلمات التي تليت علاقة كل بطرياركية مع الكنيسة الروسية الأورتدوكسية أما كلمة البطريارك يحنى العاشر فقد لامست الوجع الأنطقي حينما قال لقد بدأ ليل الكنيسة الأنطقية بخطف مطراني حلب بولوس ويحنى كما بدأ ليل الكنيسة الروسية باختيال المتقدم في الكهنة يحنى خوشروف وقد ظن الخاطفون أنهم بخطف هذا المطران يرهبون الكنيسة ويخطفون صوتها إلا أن صوت الكنيسة الأنطقية صوت الحق ما زال يدوي مطالبا بالعدل والسلام والكرامة للشعب السوري كما ثمن البطريارك يحنى العاشر الدور الذي طلعت به الكنيسة الروسية ووقوفها إلى جانب الكنيسة الأنطقية بمواقفها بخصوص الأزمة السورية ومساعيها الحسيثة ومساعداتها الإنسانية والتي جاءت استمرارا وتتويجا لتاريخية وأصالة العلاقة الروسية الأنطقية وفي السياق عينه نوه البطريارك يحنى بالجهود الروسية للقضاء على الإرهاب ولدفع مسيرة السلام في سوريا والحفاظ على استقرار لبنان وتوجه البطريارك يحنى إلى البطريارك يريل بالقول لا شيء يضاهي فرح أنطاقية اليوم فيما هي تشارك في هذا الاحتفال البهي الذي أسس له الشهداء والمعترفون الذين شاركوا في مجمع موسقى المحلي العام 1917 والذي تبقى أعماله زخرا للأورتدوكسية الجامعة وفي الختام رفع البطريارك يحنى الصلاة من أجل أن تتمكن الكنيسة الأورتدوكسية معا من مواجهة التحديات الجديدة التي تعيشها الكنائس الأورتدوكسية وتلك التي تطرحها الحياة المعاصر على مجتمعاتنا بقلب واحد وعزم واحد اللواتي وشفاعة الشهداء الجدد والمعترفين والمساة والرعاة الذين دمعوا في روسيا وفي كل العالم الأورتدوكسية خلال سنوات الاطهام أن نشهد لفرح يجل القيامة وشكر